بداية نهنئ جميع نساء عامة ونساء شمال شرق سوريا خاصة نعم نحن بدوننا أيضا نهنئ كل النساء تمجيدا لعيات ثمانيا أذار نحن كتجمع نساء زنوبية كان برنامجنا قني بالفعاليات التي تعرف عن نضال المرأة وعن مقاومة المرأة وعن ما وصلت إليه المرأة طبعا فعالياتنا كانت عبارة عن بيانات ومسيرات واجتماعات طبعا اجتماعاتنا تضمنت هو شرح لليوم العالمي للمرأة لماذا سمي هذا اليوم ما هي النضال الذي قامت به المرأة إلى يومنا هذا طبعا خلال هذه الاجتماعات بين الأهالي كان لنا دورا إيجابيا من أجل تقوية المرأة ومعرفة حقوق المرأة وتوعية المرأة فكان لنا دورا بارزا في ذلك طبعا كان أيضا من فعالياتنا هو مسيرات تضمنت المرأة برونقها بأملها بأعياد ثمانية آذار كأنها في يوم الربيع الذي تنشأ به المرأة طبعا أيضا بيعدنا عدة فعاليات من شعال شموع للشهداء الذين كان شهيداتنا اللواتي كان لها الدورة الأكبر بنضال المرأة وضحا من أجل تقوية المرأة ومساندة المرأة وحش الطاقات المرأة من أجل حريتها وفكر إديولوجية المرأة إذن أستاذة مريم كما حضرتك ذكرتي برنامج غني بالفعاليات والأنشطة التي تسلط الضوء على دور المرأة وكما قمت بتشبيه المرأة بالربيع هي رمز أيضا العطاء والتجدد اليوم هذه الأنشطة التي تقومون بها اليوم كتجمع نساء زنوبية ما أهمية هذه الأنشطة؟ طبعا التنظيمات النسائية التي تقوم بها إن كانت تجمع نساء زنوبية وكافة المؤسسات النسائية احتفالا وتقديرا لليوم العالمي للمرأة طبعا هو إبراز دور المرأة الرياضي في المجتمع فالمرأة هي نصف المجتمع وهي اللبنة الأساسية بالمجتمع فالمرأة إذا كان عندها التطور والوعي الكافي فمجتمعنا هو مجتمع متطور اليوم المرأة أصبحت بمقدمة جميع الأعمال بالمجتمع أصبحت المرأة مساندة للمرأة اليوم إحنا ما نقول والله بشمال شرق سوريا أن المرأة ماضى العنف ماضى الاستبداد عليها ماضى عليها سلطة ذكورية ماضى العادات وتقاليد لا اليوم موجود هذا الشيء ولكن إحنا بفضل نظامنا ومقاومتنا ووعينا وإيماننا الراسخ بأن المرأة قادرة على لعب دورها الحقيقي والريادي في المجتمع في جميع المجالات اليوم إحنا كتجمع نساء زنوبية وخاصة في شمال شرق سوريا أنه نشوف أن المرأة دخلت جميع المجالات جميع المؤسسات اليوم كرئاسات مشتركة أصبح لها الدور الأساسي والقيادي طبعا قديما أو قبل هذه السنوات شفنا شلون كان وضع المرأة شلون كانت ما كان لها هالمكانة ما كان لها هالحرية الفكر حرية الإرادة ما كان عندها الوعي الكافي لإدراك حقوقها التي تنادي بها وتطالب بها اليوم إحنا نشوف نموذج مميز للمرأة واليوم هالشي هذا إحنا شفناه بأعياد المرأة مسيراتنا، فعالياتنا، بوجودنا بالمؤسسات يعني بكل المجالات استطعنا أنه نعبر عن أعيادنا بثمانية آذار فعليا ضمن فئات المجتمع اليوم المرأة موجودة اليوم المرأة قادرة على قيادة مجتمع إصلاح ماضي، يعني شيء يعني قد ما حتنا عنه ما راح نوصل للشيء اللي وصلت له المرأة ولكن نقول إحنا ما زال طريقنا طويل وإحنا ما نحتي عندنا المرأة فقط في شمال شرق سوريا نعم اليوم إحنا عندنا رسالة لكل نساء العالم اليوم إحنا كنساء إذا إحنا في مرأة ميمة حررة إحنا ما اشتغلنا شيء اليوم إذا بمرأة لسه يمارس عليها العنف إحنا لسه بدنا عمل أكثر رسالتنا لجميع نساء العالم بهاليوم هذا يوم ثمانية أذار إنه نوحد طاقاتنا ونكون إيد وحدة حتى جميع نساء العالم يكون عندها الحرية الحرية الفكرية، الحرية الأخلاقية اللي ننادي بها، اللي ترفع مجتمعنا وترفع شعوبنا نعم أستاذ مريم الجروف كنت معنا من الرقة طبعا إدارية الخط الجنوبي لتجمع نساء زنوبيا لكي جزيل الشكر على كل ما تفضلت به وعلى مشاركتك معنا ترجمة نانسي قنقر